المؤم في عز ماجد انجلترا قامت ثورة عارمة ثورة 19 من مصر انجلترا بقى تقول الشعب ده ازاي وانا في عز ماجد ده كله خرجوا من بلادينا ايها القراصينة الاستقلال التام او الموت الزؤام نحل الناس دي ازاي نعمل ايه فقالوا نلعب افيش بقى غير الطريقة بتاعتهم انها دباي ترول فرق تسود هما فقال الهند اسموها اتنين هند وباكستان مصر بقى اسمها اتنين مسلمين ومسيحيين ولكن اصطدموا يعني بالوحدة الوطنية بتاعة هذا الشعب الوحدة الوطنية بذلك ان لورد ان هو لورد كرامر قال اقبط مصر اعداء لنا ولا بد انه بيدلهم عداء بعداء وراح طارد كل المسيحيين او الاقبط في مناصب عليا وصغرى واستبدلهم بالمسيحيين السوريين وقال انت لا تقدرش تفرق في مصر بين المسلم والمسيحي لان هذا يذهب الى الجامعة يوم الجمعة وذلك يذهب الى الكنيسة يوم الاحد انما شعب واحد من قبل التاريخ وحتى الان وده صحيح ارتنق الامونية ثم المسيحية ثم الاسلام بس باستثناء المسيحيين الموجودين المهم فيعمل ايه كان في الوقت ده رشيد رضا خدوا طلع اللي طلعت طلع من تحت باطو حسن البنة وحسن البنة اسمه حسن السعاتي البنة دي وخدم البنائين الاحرار لانه كان عضو في المسوني واللي قال الكلام ده بس محمود العقاد وانه يهودي مغربي اصلا جابوا ودوله 500 جنيه يعني 5 مليون على الاقل دلوقتي ووظيفته هو تقسيم هذا الشعب يعني على اساس هي مبدأهم كده دول الانجليز الانجليز طبعا اه الانجليز هم اللي ايه مولوا حسن كان اسمه حسن السعاتي اسمه حسن السعاتي اه وخد باكل من حسن البنة من البنائين اللي هو مؤسس جماعة الاخوان مؤسس جماعة الاخوان هو اللي عمل الجناح العسكري هو اللي اغتاله اغتاله احمد مهر باشا اغتاله ونقرش باشا اغتاله وخزندار القاضي بتاع حلوان عشان حكم على واحد ولا اثنين منهم بسنتين تلات اغتالوه فوس تعياله وعبد الناصر حاول اغتياله والسادات اغتالوه انا عسكري يعني وحتى انا من كم سنه كده قابلت هاني النقراشي ابن محمود فامي النقراشي كنا في التلفزيون يعني وبين بقول له انا معجب والدك اول قال لي ليه قلت له راح مجلس الامن وخاطب الانجليز وقال لهم هيا القراصنة وخرجوا من بلادنا زهل كده وقال لي ما هي ليه سبب اغتياله ده من هاني ليه انا مش من حد تاني قلت له ايه اللي حصل قال لي اوعز لحسن البنة باني اغتال ابوه فيعني المهم نيجي بقى للمؤامرة بعد كده سنة 47 تم التقسيم سنة تقسيم جما حضرتها قلت ان كان 80% في التقسيم انما طبعا رفض وبعد كانت دخول الحرب تاعة سنة 48 دي غلط لان يعني اولا كان عدد كل الجيوش العربية عشرين الف وبعدين هما كانوا ستين الف وبعدين كلهم ناس طلع من تدريب من الحرب العالمية التانية يعني شطار في الطيران والدبابات وعندي جيوش لدربة ولا اي عاجل صح فكان يعني قرار خاطئ يعني انهم دخول حرب 48 دخول حرب 48 دي وكالتش حرب متكافة ابد ازاي 67 صحيح هي لحرب متكافة اقرب تعم فيش جيش وصد جيش كانت بس ايه المهم فعلنت بقى دولة اسرائيل سنة 48 الغريبة بقى في الخمس سينيات من القرن الماضي في مذكرات لمشيش شاريت وزير الخارجية مع بن جوريو قالوا احنا قطرة في محيط ملك الراهيل ولا يمكن ان تكون لاسرائيل اليد العليا الى اذا ضمرنا ثلاث دول حوالينا مصر سوريا العراق قالوا ازاي قالوا نحولها الى دولات متناحرة على اسس دينية وطائفية قالوا مش هنقدر من اللى بقول مين مش شاريت وزير الخارجية جوريو قويص كان هو رئيس الوزارة في الوقت ده فبيقول له احنا لازم ندمر التلات دول دي عشان نقدر نسود اه نسود قالو شنادر قال له لانه هنعمالها دولات متناحرة على اسس دينية والطائفية قالو مش هنقدر قال له نجحنا لا يعتمد على زقائنا بقدر ما يعتمد على الغاباء وجهل الطرف الآخر فرد عليه بن جورين قال له ربما ننجح في العراء لأن بيها شيعة وسنة وفي سوريا لأن بيها شيعة وسنة وأكراد ودروز وعلويين أما في مصر فالكتلة صلبة من المسلمين والمسيحين يصعب تفتت ولكننا سنحاول معه الحاجة اللي بنشوفها دي كنت لها أصابع صيوني حاجة اللي بنسمع عنها دي وبنشوفها في الصعيد وبتاعها أصابع صيوني المهم إنما دي المحاولات بتاعتهم يعني فوهم نجحوا في هذا يعني نيجي بقى يعني ننط على برنارد لويس برنارد لويس ظهر سنة 1980 ده تولد سنة 16 16 اللي تم فيها التأسيم بوسط مارك سايس وان جورج بيكو صح فايس سايس بيكو اللي هي سايس بيكو ده هي فايس سايس بيكو تم فيها التأسيم كأن في هذه السنة ولد برنارد لويس حتى سنة 1080 يبتدي يقسم المتأسم ويكمل التفتيت والتأسيم بتاع هذه المنطقة